اشتركوا في القناة ولكن من قبله باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس صحيفة اصا الرقراغي حاول اقنع دياز واللاعب يستعد لاختيار المنتخب الذي سيمتلها انجزت صحيفة اصا الاسبانية تقررا عن اللاعب ابراهيم دياز مشيرة الى انه يعيش ساعات حاسمة لاختيار مستقبله الدولية والاستقرار على المنتخب الذي سيمتله بين اسبانيا والمغرب وكتبت الصحيفة ساعة حاسمة لمعرفة ما اذا كان ابراهيم دياز سيلعب مع اسبانيا ام مع المغرب اللاعب في خطط كل ميلاروخة واصود الاطلس ويأمل ان يستعد لفوينتي للمباريات ضد نيرويج واسكتلندا لكن اذا لم يحدث ذلك ربما سينتهي به الامر باللاعب مع البلد الذي ولد فيه والدها في اشارة الى ان متوسط ميدان اسا ميلانا الايطالية يعطي الاولوية لمنتخب اسبانيا ودائما حسب اصف ان وليد ريجراجي حاول في الاسابيع الاخيرة اقناع ابراهيم باختيار المغرب لكن اللاعب لم يرغب في التحدث عن ذلك علانا على عكس ما فعله مغربي اسبانيا اخر وهو لاعب اتليتكو مادريد عبدالله ريحاني الذي اوضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه سيلعب مع المنتخب المغربي ويتواجد اسم دياز في اللائحة الاولية لمنتخب اسبانيا وحاليا ينتظر الناخب ديلافوينتيا قرار لاعب ميلانا النهائية لمعرفة ما اذا كان سيومة للاروخة ام سيلعب مع المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 خبر عاجل نادي عالمي يريد استعادة اشرف حكيمي رسميا من بيريسون جربان يبدو ان النادي انتر ميلانا الايطالي يفكر بجدية في استعادة الدولية المغربية اشرف حكيمية خلال الصيف المقبل وذلك بعد المشاكل الغير الرياضية التي يعاني منها نجم اصود الاطلس في فرنسا وافدت تقرير اعلامي ايطالي ان النادي الايطالي يريد تقديم اقتراح لبيريسون جرمانا الفرنسية بشراء حكيمية خاصة ان اللاعب لم يمنع قطع عودته الى فريق الافاعي ويملك ذكرية رائعة رفقة انتر ميلانا ومن جهة اخرى يريد الانتر استغلال الظروف الغير رياضية التي يمر منها حكيمية حيث تدعي فتاة انها كانت ضحية محاولة اغتصاب من طرف مدافع نادي العاصمة الفرنسية اضافة الى مشاكل الانفصال مع صديقة هيب عبوك وحسب التقارير المذكورة فان العائق الوحيد امام اشرف حكيمية سيكون خفض راتبه بشكل كبير علاوة على قدرة انتر ميلانا في دفع مبلغ مالي قد يتجاوز الستين مليون يورو خاصة وان صفقة البيع سنة 2021 كانت بمبلغ تجاوز الستين مليون يورو محامية اشرف حكيمي تكشف عن معطيات جديدة ومتيرة تحدثت ماريون ميناج محامية اشرف حكيمي اللاعب باريستان جرمان عن مستجدة الدولة المغربية في قضيتها المتهم فيها باغتصاب فتاة فرنسية تبلغ من العمر 24 سنة وقالت المحامية في تصريحات اعلامية اشرف حكيمي حاليا بريء وخضعه للتحقيق يعني ان القضاء يبحث في الملف مع وضعه تحت المراقبة القضائية من طرف قاضي متخصص وتبعت القاضي قرر وضع اشرف تحت المراقبة القضائية من دون وضع سيوار الالكتروني لاننا نعلم حاجزه للصفر مع منعه من اي علاقة مع الشابة المشتكية ولكنه ليس ممنوعا من ممارسة عملها ووصلت الشابة غير موافقة نهائيا على الخضوع للفحص الطبي وهو تصرف عنف جدا ومن الممكن ان يسبب ضغطا نفسيا على المشتكية واختتمت هناك اسباب تجعل المشتكية لا ترغب بالمضي في مصاري التحقيق وفي سعب الاتهامات التي اعلنت عنها مرجحة ان تستمر هذه القضية لعدة اشهر ياسين بونو ما حققه المغرب في المونديا لا يصدق عاد المغربي ياسين بونو حارس نادي اشبيليا الاسباني للحديث عن انجازه برفقة منتخب بلادها في نهائية كأس العالم قطر 2022 مشيرا الى ان حلمه منذ الطفولة هو اللعب مع اصد الاطلس والسير على خطى الحارس السابق بادو الزاكي وكان المنتخب المغربي قد انهى منديا القطر في المركز الرابع بعد خسرته المباراة الترتيبية امام كرواتيا في انجاز تاريخي يعتبر الاول من نوعها على المستويين العربي والافراقي وقال بونو في تصريحة لمنصة فيفا بلاس نجح المدرب وليدر جراكي في انهاء العقدة التي لدينا الرسالة كانت واضحة البعض منا يلعب في اندية رائعة لذلك لم يكن لدينا اعضار ان لا نكون في نفس مستوى خصومنا اعطانا فكرة واضحة عما يجب القيام بها وتابع لم يكن لدى المدرب الكثير من الوقت حقا لذلك اعطانا ثلاثة او اربع نقاط تكتيكية كان علينا اتباع ذلك علمنا اننا اذا طبقنا تلك الخطط فسنكون اقراب للفوز من الخسارة واستجبنا لتعليمات المدرب لكن هناك موهبة في هذا المنتخب ساعدتنا واضف بونو عندما تكون في المنافسة فانك لا تدرك حقا ما تحققها ولكن بجوار الفندق كانت الشوارع مغلقة وملئة بالجماهير كنا نشعر بشيء استثناء يحدث ومع ذلك في ادهاننا كنا نفكر فقط في الوصول الى النهائي لم يكن ذلك ممكن في النهاية لكننا ادركنا بعد بضعة اسابيعنا حقيقة ما حقنا هو كان شيء لا يصدق واوضح انه حلم كان يراود عندما كنت طفلا اللعب مع المنتخب المغربي كان بمثابة حلم لا طالما اردت ان اسير على خطبات دوزاكية الذي كان حارس مرمى رائع في المغرب وفي افريق وحتى في اوروبا لذلك فان قدرت في السير على خطا شيء رائع اشكر الله على منح الفرصة لتجربة ذلك وتحدث تبون عن مواجهتي كندا واسبانيا معتبرا ان الاخيرة في دورة 16 من مونديا القطر كانت خاصة جدا لها حيث قال كان الامر معقدا بعد الشيء لان المباراة التي سبقتها كانت ضد كندا وانا ولدت في مونتريال لذلك كانت الملابسات التي تسبق المباراة معقدة لي ووصل بعد ذلك لعبنا ضد اسبانيا هذا البلد يحمل معنى خاصة لي ايضا لانني اعيش والعب فيه منذ 11 عاما لذا لم يكن من السهل مواجهة ذلك لكنها صارت على ما يرام ولدي ذكرى مغرم بها واوضح بخصص رده على سؤال عن طموحه في ان يصبح قائدا لمنتخب المغرب في المستقبل وقال انا من المحاربين القدامى في المونتخب المغربي لكن في نفس الوقت لست مخضرما مثل لاعبين اخرين انا كطفل صغير لا احاول ان اكون اللاعب الاهم فقط احاول الاستمتاع بادائي وان اكون قدوة للشباب لست من اللاعبين الذين يتحدثون كثيرا انا قريب من الكل ولدي علاقة جيدة مع الجميع انهم مثل عائلتي وعما تعنيه لو كرة القدم وذكرياته قال بونو لدي الكثير من الذكريات بداية مع لويدا درياضي ومع كل الانذية التي تقمصت الوانها لدي ذكريات جميلة كأس العالم بالتأكيد هي واحدة منها وامل ان اعيش المزيد من اللحظة الجيدة فهذا سيجعلني فخورا وسعيدا كرة القدم تعني لكل شيء يتعلق بالشغاف والصخب وكله متعلق بالعاطفة تتيح لي كرة القدم ان اعيش حياة صحية جيدة ولطفة بدون كرة قدم لا اعرف من ساكون